تسعى الحكومة حكومة مملكة البحرين إلى رفع نسب الإنجاز في المشاريع الخدمية وأعمال البنية التحتية مواكبة للتطور العمراني وزيادة السكنية وفي هذا السياق دائبت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على المضي في متابعة المشاريع لضمان الانتهاء منها حسب البرنامج الزمني المحدد لها حرص من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على متابعة كافة المشاريع التي تقوم بتنفيذها لضمان الانتهاء منها حسب البرنامج الزمني لها تلبية لاحتياجات وتطلعات المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة وتقديم أفضل خدمات لهم الوزارة قامت بالشروع في تنفيذ عدد من المشاريع في جميع المحافظات وأبرزها البدء في مشروع تطوير شارع الفاتح والذي يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى في قطاع البنية التحتية وتدعم المسيرة التنموية كما أنهت مشروع الطرق المؤدية إلى إسكان اللوزي في مدينة حمد أيضا ساهم افتتاح توسعة شارع الشيخ زايد في رفع الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق المحيطة بمنطقة عالي وسلمباد والمنطقة التعليمية وانتهت وزارة الأشغال من أعمال الدفن البحري بمرحلته الأولى والثانية بمشروع إنشاء جسر البسيتين وشارع المنام الشمالي والذان يهدفان لتعزيز القطاع الاقتصادي بينما وصلت نسبة الإنجاز في أعمال إنشاء الشارع الخدمي شارع جنوب البحرين الدائري أكثر من 48% وتستمر جهود الوزارة بتحسين جودة البنى التحتية في مملكة البحرين حيث يأتي مشروع التوسعة الرابعة لمحطة مياه الصرف الصحي في توبلي تسعى وزارة الأشغال وشؤون البلديات وتخطيط العمراني من خلال هذه المشاريع التنموية إلى تلبية احتياجات المواطنين بالدرجة الأولى ومواكبة التوسع العمراني الذي تشهده مملكة البحرين بما يتوافق مع رؤية البحرين 2030 ترجمة نانسي قنقر